بسم الله الرحمن الرحيم ماذلنا مع شابتر أربعة كابلن تربين ونتكلم النهاردة على الإكوشنز الخاصة بالدرافت تيوب وزي ما قلنا في المحاضرة الماضية ان الدرافت تيوب مش بتركب فقط مع كابلن تربين ولكن مع كل أنواع الرياكشن تربين واتفقنا ان الدرافت تيوب بيكون شكلها ديفرجنت تيوب يعني المدخل بتبقى مساحته أقل من المخرج وده علشان يعمل على زيادة الضغط على حساب السرعة علشان نقدر نجيب المعادلات الخاصة بالدرافت تيوب ونعرف هو الدقيقة أو الوفر اللي عملها لي الدرافت تيوب من الهد هنسمي بعض النقاط فمثلا مدخل الدرافت تيوب هنسميه نقطة اتنين اللي هو مخرج التربينة مخرج الدرافت تيوب هنسميه نقطة تلاتة اللي هي هيبقى المخرج النهائي للدرافت تيوب وسطح المية السيرفس بتاع الووتر اللي هو معرض للاتموسفير هنسميه نقطة زيرو أو أو تعالى برضو نسمي الارتفاع بتاع الدرافت تيوب ارتفاع الدرافت تيوب عن سطح المية هنسميه الـ Hs والجزء المغمور تحت المية تعالى نسميه L لو انا حبيت اعرف مقدار الانخفاض اللي حصل في السرعة او مقدار الزيادة اللي حصلت في الضغط خلال المرور في الدرافت تيوب فهتطبق برنولي اكويشن بين نقطتين اللي هي نقطة اتنين ونقطة تلاتة فهتبقى المعادلة بالشكل الاتي بي اتنين على رو جي زائد في اتنين سكوير على اتنين جي زائد زد اتنين هيساوي بي تلاتة على رو جي زائد في تلاتة سكوير على اتنين جي زائد زد تلاتة زائد طبعا الفقد اللي هيحصل خلال مرور المائع في الدرافت تيوب لو احنا فرضنا ان الديتم اللي احنا هنقيس منه او المستوى اللي احنا هنقيس منه عند نقطة تلاتة يبقى في الحالة دي زد تلاتة ممكن احطها بصفر وزد اتنين يمكن استبدالها ب HS بلاس L في هذه الحالة ممكن اعيد كتابة المعادلة بان بي تو على رو جي اللي هو الضغطة عند مخرج التربينة والناتج من وجود الدرافت تيوب هيساوي بي تلاتة على رو جي زائد V تلاتة سكوير ناقص V تنين سكوير خدنا ال V تنين بالاشارة مخالفة على اتنين جي ناقص HS ناقص L طبعا زائد ال H لوسز الترمي اللي موجود من الاول دلوقتي انا عايز اعرف قيمة الضغط عند نقطة تلاتة عشان اعوض به في هذه المعادلة لو احنا بصينا على سطح المية او ارتفاع سطح المية عن نقطة تلاتة اللي هو المسافة L يبقى مجدار الضغط الناتج عن عمود المية اللي هو L هو مجدار الضغط عند نقطة تلاتة يعني انا لو كتبت بي تلاتة هتساوي البرشار عند نقطة الO اللي هي الاتموسفير برشار زائد رو في جي في المسافة او الارتفاع المية عن نقطة تلاتة اللي هو L ممكن نعيد كتابة المعادلة دي بان احنا نقسم على ال جي الرو في الجي يبقى ممكن اكتب بي تلاتة على رو في جي هتساوي بي اتموسفير على رو في جي زائد L لو عوضنا في المعادلة الخاصة بالبيتو هقدر احصل على الشكل الاتي للمعادلة اللي هي بي تو على رو جي هتساوي بي اتموسفير على الرو في جي زائد L زائد في تلاتة سكوير مقص في اتنين سكوير على اتنين جي ناقص HS ناقص L زائد الاتش لوسز يبقى لو نبص المعادلة دي ممكن ال L تروح مع بعضها وكذلك ممكن لو البيتو احنا عارفين ان هي هتبقى اكبر من في سري يبقى ممكن اكتب المعادلة دي بشكل نهائي ان بي تو على رو جي هتساوي البي اتموسفير على رو في جي مينس ونفتح كوز كبير هنحط V2 سكوير ناقص V3 سكوير على اتنين جي بلس ال H S مينس ال H لوسز طب هنفهم ايه من هذه المعادلة هنفهم ان البرشار عند نقطة اتنين يقل عن الاتموسفيريك بريشار بهذا المقدار بمقدار هذا القوس يبقى البرشار عند نقطة اتنين يقل عن البرشار عند نقطة الاتموسفير بهذا المقدار ويبقى هذا المقدار هو الفايدة اللي انا اخدتها من الدرافت تيوب وعادتلي جزء من الطاقة في صورة هيد طيب هل نقدر نحسب في هذه الحالة كفاءة الدرافت تيوب طيب الكفاءة بتساوي المستفاد من الشيء اللي عندي على المدفوع انا ايه الهيد اللي انا استفدته من الدرافت تيوب الهيد المستفاد من الدرافت تيوب هو المقدار اللي جوه القوس ده طيب والهيد المدفوع او الهيد اللي كان داخل الدرافت تيوب هو الكينيتك انرجي اللي كان داخل بيها المائع عند نضع البسط V2²-V3²²²G plus HS minus H losses اللي بتحصل في الدرافتيتيوب مقسوم على الكينتك انرجي عند مدخل الدرافتيتيوب اللي هو هتبقى نص طبعا كينتك انرجي احنا هنحولها الهيد تبقى نص في V²²G او بمعنى اخر V²²²G والفي دي طبعا هتبقى V2 ويبقى في هذه الحالة اقدر احسب كفاءة الدرافتيتيوب